في الواقع التشكيل العراقي ربما هناك مفهوم خاطئ اليوم عن فهم تعريف الواقعية أريد اليوم الصحح ربما هذا المفهوم هل الواقعية هي نسخ بشكل مسطح أم نسخ الواقع التعبيري للشارع العراقي تعريفك للواقعية اليوم وماذا يحدث في الشارع العراقي من فهم للواقعية نعم الواقعية بدأت بالعراق عند المدرسة العراقية على يد الأستاذ فاق حسن معروف الموضوع ومجموعة من الفنانين أبناء جيلة والفنانين اللي جاءوا بعده الموضوع بقى هو مرحلة بدايات بصراحة حتى عند الفنانين الرواد كانت الأعمال التركيز على جزء معين بالعمل وإهمال بعض من الأجزاء الأعمال وصلوا إلى مرحلة أنه يجزؤون يجردون أغلب اللوحة وتبقى بس مجرد الكاركتر المهم أو الفيقر المهم الأجيال اللي جاءت بعدها الطلاب اللي جاءوا بعد فاق حسن أنا أعتقد هم أفضل أخذوا واستلموا من الأساتذة طبعاً لا خطأ لا أستاذ فاق ولا الأساتذة بالعكس هم البدايات ولكن بعد البدايات أصبح تراجع بالمفهوم طبعاً الواقعية أنا أعتقد هو فن معقد جداً مدرسة معقدة أخراج العمل أهم شيء إن شاء العمل لسكيتش الدراسة وبعد تحضير العمل تأسيس العمل بناء العمل الهارموني الجو العام وصولاً للفينش النهائي هذا طلب وقت وجهد فترة زمنية من أربعة أشهر إلى ستة أشهر العمل الحقيقي الواقعي بصراحة لم أرى عمل واحد واقعي حقيقي كل الصراحة بالعراق بالذات كل الأوحات لم أرى عمل واقعي يرتقي حتى أنا منهم بعد أن أبحث لا أزال باحث لحد هذه اللحظة الواقعية البعض ستسوق إلى فكرة أن الواقعية انتهت والواقعية انتهت وأصبح الموضوع قديم وهذا طبعاً هو فكرة مغلوطة الواقعية حالياً بالعالم وصلت إلى مراحل عبرة الفوتوليزم والهايبروليزم حالياً الواقعية بره أسعارها أعلى أسعار حالياً ومدارس مختلفة مدارس برشلونة مدارس فنية أكاديميات الدرس الواقعية بحذافيرها حالياً